اشتركوا في القناة الحلقة الماضية حديثنا فيها كان عن الصبر وقلنا الصبر على أربع أنواع على أربعة أنواع صبر على طاعة صبر عن معصية صبر على قضاء الله وصبر على البلاء لماذا؟ لأن الله قلنا في الآية في سورة البقرة يقول فيها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحانك يا رب كل هذا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات أولئك من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات لماذا؟ لأنك لا بد أن تدفع ثمن القرب من الله القرب من الله إما أن يكون زيادة في الطاعات أو أنه صبر على المصائب والابتلاءات لأنه يقول لك عبدي ولنبلونكم إذا كان الله قد بيّن لك أنه سيبتليك يعني أتشكو الله لخلقه حشى لهذا المؤمن أن يكون بهذه الأخلاق نحن للأسف قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى تأتي لتقول لأخيك لصاحبك لجارك ماذا فعلت أنا حتى يبتليني الله بهذا ماذا فعلت ألم أكن أصلي نسي أن الافتلاء رحمة وأن البلاء نقمة وعذاب إذن إخوة الإيمان يبتلى الإنسان في ماله يبتلى في بدنه يبتلى في ولده يبتلى في وطنه يبتلى في كل شيء إذن ماذا عليك عليك أن الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ إذن آية جميلة جداً يقول فيها وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إذن من الذي يكشف الضر؟ إياك أن تشكو الله إلى خلقه إياك أن تتأفف وتتضجر عليك أن تبحث واحد من أمرين أحبتي في الله إن كنت عاصياً لله فاعلم أنه عقاب من الله حتى تعود إلى حديقة الإيمان وحلاوة القرب من الله وإن كنت طائعاً لله وابتليت فاعلم أنها رفع لدرجات أو تكفير لسيئات عليك أنا من دعاء الصالحين يقول اللهم رضيني بقضائك اللهم ألهمني شكر نعنائك اللهم ألهمني شكر نعمائك اللهم اجعلني من أوليائك إنك أنت الولي الحميد إذا كانت أخي الكريم علاقتك بهذه المودة وهذا الحب أي كرم أنت فيه وأي حسن لقاء ينتظرك مع هذا الإله العظيم لذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إذن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم خوفاً وطمعاً إذن اصبر الصبر مفتاح الفرج اصبر على خضاء الله إذن إخوة الإيمان الحياة لحظات الأحيات الحياة أيام وسنوون إذن علينا أن نصبر عند الافتلاء وأن نشكر عند الرخاء وأن نتوجه إلى الله بكل ما يقدره علينا انظر هل أنك أسأت الأذب مع الله و يعني أخذت طريقاً بعيداً عن ما يرضي الله فاعلم أنه عقاب ولكن كلما كنت في طاعة وكنت في قرب مع الله فهو الافتلاء رفع لدرجاتك عنده وتكفير لسيئات عنده وقبول من الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه دائماً أن نكون ممن قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لأن الله سيأتيك ويقول لك أنت مصل أنت قائم بالشروط أنت 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 فلما ابتلاك ربك لما أصابك قل اخرس يا عدو الله فإنه قرب لي مع ربي أنا ارزقني يا ربي الصبر على الافتلاء والأجر عليه ما أجمل هذه العلاقة بيني وبين الله وبينك وبين الله تعالى لنجدد العهد مع الله في حب صادق ويقين بأن ما يأتي من الله هو خير إن كان خيرا أو كان شرا نقف عند هذا إخوة الإيمان على أمل اللقاء بكم إن كان لنا في العمر بقية في حلقة قادمة نتناول فيها موضوعا آخرا يهمنا في دنيانا وأخرانا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة